موسيقى اليوم ولمدة ثلاثة أيام رح أتكلم عن ظاهرة التخاضر أو ما يسمى التلباثي التلباثي يعني نقل معلومات أو أفكار أو مشاعر من أقل إلى آخر بدون وسيط مادي مثلا توصلني معلومات من راسك موجودة في راسك بدون ما تتصل فيني بدون ما تكتب لي من راسي إلى راسك مباشرة هذا المصطلح وضعه مايرز عام 82 لكن الظاهرة موجودة بوجود الإنسان على وجه الأرض كثير من الجامعات والعلماء والحكومات مهتمة بدراسة هذه الظاهرة وتدفع عليها الملايين لأنها لو ثبتت علميا معرفة قواعدها وقوانينها وكيفية تطبيقها والحصول على ذاتائج مضمونة منها فإن هذا سيطور الحضارة الإنسانية تي كوليج وجامعة أدنبرا وجامعة لندن والسي آي اي من أكثر الجهات التي تبحث وتطبق وتكتشف فيها المجال المعلومة العلمية المهمة إن هذه الظاهرة ثابتة علميا لكنها ليس لها رتم روسيا جابوا شخص متمرس في التلبة فيه يعني عنده خبرة ودائم يرسل ويستقبل قاعدوا معاه في غرفة مجموعة من العلماء وأعطوه ورقة مرسوم فيها عدد من الرسومات وطلبوا منه أن يشوفها ويركز عليها وفي مدينة أخرى طبعا العلماء رتبوا الموضوع في مدينتين في المدينة الأخرى نفس الشيء مجموعة علماء قاعدين في غرفة ومعهم شخص ممارس طلبوا من هذا الممارس إنه يرسم في الورقة الأشياء اللي تخطر في باله بالاتصال مع الشخص الأول في المدينة الأولى عجيب إنه استطاع أن يرسم الرسومات اللي شافها المرسل الأول في المدينة الأولى زي ما هي موجودة في الورقة من العلماء المسلمين عندنا ابن خلدون في مقدمته تكلم عن هذه الظواهر وحللها وفسرها ابن القيم وابن سينة كذلك احتموا بهذا الموضوع وابن القيم ذكرها أحيانا بدون تفسير أو تحليل يصنفها بعض علماء المسلمين أنها شكل من أشكال الكرامات للأولياء أو لخاصة الناس قصة المشهورة عن عمر بن الخطاب لما كان هو حاكم المسلمين وكان فيه جيش للمسلمين يقاتل الفرس هذا الجيش تم حصاره وكاد أن يخسر المعركة عمر بن الخطاب في هاللحظة كان يخطب خطبة الجمعة على المنبر فجأة أوقف الخطبة والتفت وبدأ يعني يصوت زي ما نقول أو يصرف يقول يا سارية الجبل الجبل لحظة سارية اللي كان في أرض المعركة سمع صوت عمر وهو يقول الجبل الجبل فتوجه إلى الجبل واحتمى بظهره هو والجيش من المقاتلين واللي حصل أنه انتصر وبعدها بشهر جاء رسول من سارية للعمر وسألهم عن الحادثة وأكدوها الشيخ العلامة بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان أكدوا هذا الأثر واعتبروا أنه أثر صحيح وله دلائل وإشارات حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم وهذا حديث حسن إسناده الألباني لماء المسلمين لما يتكلمون عن هذه الظاهرة يربطونها كثيرا بالصلاح والتقوى أو ما نسميه النظافة الداخلية كثير من الأشخاص اللي يسألوني عن دورتنا السول ديتوكس كيف هي تساعد في موضوع الروحانية أحد أشكالها النظافة وبالتالي التخاطر العلماء اللي يدرسون هذه الظاهرة بشكل علمي فهم يربطونها بموضوع القدرات العقلية على التركيز والمشاعر السيدات التحكيلي تقول أنها سافرت وعيالها في البلد يعني ما شعلتهم معاها كان عندها شغل يعني يوم يومين وترجع كما وصلت للأوتيل جاني ألم شديد في قلبي وشعرت شعور أنه أبنائي في خطر واتصلت فيهم أتطمن عليهم وردوا عليه وقالوا لا كلنا كويسين وبخير وبعدها بكم ساعة جاء اتصال أن واحد من أولادها صار لحادث ونتعبان هذا الآن طيب وكويس وتجاوز الأزمة لكن بتذكرها لوقت ألمها وشعورها هدف إنه هو نفس توقيت حادث ولدها وهذا تلبثي لكن بنقل المشاعر مرة كانوا أبنائك في خطر وعرفت وكم مرة كانوا أبنائك يحتاجونك وعرفت بدون أي طريقة مادية مرة كنت تفكر تتصل بصديق عزيز وفجأة لقيت هو يتصل فيك مرة كنت تتفكر تناقل شريك حياتك في موضوع وفجأة وجدت شريك حياتك يفتح الموضوع هذا قبلك التوائم والأم والأب مع أبنائهم والأصدقاء والأزواج هم أكثر الناس اللي تصير بينهم هذه الظاهرة بشكل قائي أو عفوي يعني بدون تدريب وتطبيقات لكن غيرهم قد يحتاج إلى تطبيق وتدريب أتكلم عن التلباثي واليوم راح أبدأ معاكم باختبار خفيف عشان تعرف مدى إمكانياتك وقدراتك أعمل الآن أربعة أشكال دائرة مربع مثلث معين راح أختار واحد من هذه الأشكال وأضمرها أدخل نفسي وأحاول أرسلها لك وإنت ركز وحاول تعرف إيش اخترت من هذه الأشكال الأربعة يعني هذه معلومة بأبسط أشكالها اللي هي الشكل الهندسي أنا راح أختارها وأنت استقبل وأعرف إيش اللي أنا اخترت حاول أنك تسترخي خلال اللحظات القادمة وتركز وتكون هادئ وتنتبه إيش اللي يجي في ذهنك أول مرة تنتبه إيش اللي يجي في ذهنك أشكالها تنتبه إيش اللي يجي في ذهنك أشكالها يجب أن تكون الآن حددت ما هو الجواب وما هي المعلومة اللي أرسلتها أو ما هو الشكل الذي أرسلته أنا اخترت الشكل المثلث وحاولت قدر الإمكان أرسلك هذا الشكل إذا استطعت أن تلتقط هذه المعلومة فهذا مؤشر غير مؤكد أنه أنت قد تكون عندك قدرات التليباثي وأنك قادر أنك تلتقط المعلومات من الآخرين وقال الآن إيش اللي يأثر في العملية أو إيش اللي يخلي شخص عنده القدرة وشخص ما عنده القدرة وأهم موضوع هو وجودك في حالة الألفة الدماغية أو في لحظة استرخاء وهدوء وفكرة واحدة إي آخر عندنا اللي هو الوضوح واليقينية يعني الأشخاص اللي واثقين من أنفسهم وعلى طول عندهم إجابات واحدة في الغالب يوصلون أسرع وأصح لكن الشخص اللي يشكك بنفسه وبمعلوماته يتأخر ويتلخبط في الوصول أيضا عندنا المشاعر الجيدة مثل لما يكون بينك وبين شخص مشاعر جدا جميلة في الغالب يكون الاتصال والمعلومات سهلة التنقل أيضا المشاعر المركزة والمضاعفة مثل لما تكون خايف جدا 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 ممكن تجيك معلومة تنقذ هذا الأشخاص كان معا مجموعة أطفال في مبنى يحترق وكان لازم يقرر وين المخرج الصحيح وركز واختار المخرج وفعلا صار هذا المخرج صحيح واستطاع أن ينجو بنفسه بالأطفال هذا ما نقصده أنك لما تكون في خطر أو خايف جدا أو بمشاعر مضاعفة جدا مثل الحب أو القلق أو أي مشاعر قد تحصل على تليباثي في المشاعر والمعلومات تركيز وهذا للشخص اللي يبغى يحصل على معلومة مثل التمرين اللي سويناه قبله شوي تركز وتنتبه هالات المتشابهة نقصد فيها لما يكونون قرابة أو توائم هذولا في الغالب معلوماتهم متداولة متداولة بين بعض تقريبا الهالات المتشابهة يعرفون معلومات بعض لو ركزوا شيء أحيانا بدون تركيز كان في توأم بيبي ينامون مع أمهم في السرير فالأم تحركت وكتمت واحد منهم فالثاني مع أنه بعيد لكنه فجأة قام يصيح ويصرخ يعني وهذا خلى الأم تنتبه وتستيقظ وأنقذ أخوه بهذه الطريقة آخر نقطة اللي تساعد على موضوع التليباثي اللي هي الحبال الطاقية كونك متصل بمجموعة أو شخص أو فكرة هذا ممكن كثير منكم جربوه معاي مثلا لما أقرر أتكلم في موضوع يقول كنا مفكرين قبلها بيوم عن الموضوع لأنه إحنا متصلين بفكرة وحدة وارضو كثير من الاختراعات هي عبارة عن اتصال بحبال طاقية تجدون شخص يكتشفها وفي نفس الوقت يكتشفها شخص آخر حيانا أنت تقول مثلا المدربين فجأة تتكلموا في موضوع واحد الأدباء فجأة تتكلموا في موضوع واحد هذا يعني أنهم متصلين مش بالضرورة متصلين بين بعض لكنهم متصلين في الحقل الطاقي المعلوماتي لهذا التخصص يقال أنه اللي اكتشف الهاتف وسجله كبراءة اختراع في أحد الدول أنه في نفس الوقت كان في شخص آخر في دولة أخرى اكتشف نفس الاكتشاف في نفس الوقت لكنه تأخر في التسجيل لأن ما كان عنده مواصلات فهذا يدل على الاتصال ومثل ما قلت لكم أنه في حبال طاقية تربط المخترعين بالمصدر الطاقي المعلوماتي وهذا يخلينا نقول فائدة مهمة وكبيرة لو كنت تبغى تدخل أي مجال وتتخصص فيه تعرف على البارعين في هذا المجال وحاول تقيم معاهم علاقات جيدة وعميقة لأن التخاطر معاهم يختصر عليك وخلك منتبه دائما عندك الكنترول أنك تسمح للآخرين أنهم يخضون معلوماتك أو أنك ترفض تعرف أحيانا لما تقعد عن شخص وتحس أن هذا الشخص قاعد يحتقرك أو قاعد يهينك بس أنت ما سمعت منه كلام سيء قابل تذكر مرة قاعدت مع شخص وحسيت أن الدنيا ما توسعك من الحب ومن الحنان ومن الدعم معنا ما قال شيء هذه هي خطورة التلبثي لما تكون مع الأشخاص الجيدين أو السيئين وأنت تكون منفتح ومتقبل لكل الأفكار مما يسمح بيجعل أشخاص سيئين ونقول أنهم شريرين يأثرون عليك ويتحكموا في يومك كيف ممكن نتطور في تطبيق والاستفادة من التلبثي في تمرين ممكن تسويه بشكل يومي دا وشخص معاك وتحددون مين المرسل ومين المستقبل فتقول مثلا ألف هو المرسل وباء هو المستقبل ألف المرسل يجب أن يختار شيء واضح جدا وبسيط جدا مثل شكل هندسي أو رقم أو لون بهذه الأثناء باء يكون صامت وعلى الألفة ومركز ويحاول يلتقط المعلومة ممكن تاخذ فترة التركيز من نصف دقيقة إلى دقيقة ونصف وبعدها باء يخبر ألف النتيجة عشان يتأكد من صحة المعلومة لو سوينا هذا التمرين بشكل يومي راح تلاحظ تطور في قدراتك في التلبثي ممكن تبدأها مع أشخاص معاك في نفس الغرفة وفي نفس المكتب وممكن بعدها تنتقل إلى أشخاص بعيدين عنك تأخير أحب ألفة نظركم لها أن تدريب الأطفال على التلبثي من عمر صغير يجعل منه شخص متميز كل بساطة ألعب معه لعبة الإضمار أضمر شكل أضمر رقم وقل له إيش تتوقع الرقم الإفراسي وانتبه للخطأ اللي يقع في هذه اللعبة أنك تجعل مجال للأسئلة ممنوع الأسئلة في لعبة الإضمار لأنها تشكك أنت تضمر للطفل وهو يجاوب ما في مجال للأسئلة عشان ما يدخل مرحلة الشك ويكون يقيني في التلبثي زلت أتكلم عن التلبثي واليوم بإذن الله رح أخذ أهم الأسئلة اللي كتبوها أصدقائي في الإنستغرام أكثر الأسئلة المهمة اللي وردت بصيغة أو بأخرى أنه هل ممكن نتخاطر مع شخص آخر مش لنقل معلومة أو مشاعر بل لتوجيه والتحكم طبعا هذا ممكن لكن يعتبر خطوة متقدمة في التلبثي يعني الناس لما يبدأون يتدربون على الصيغة البسيطة بعدها ممكن الواحد يدخل على موضوع التحكم أو تغيير الآخرين لكن الوعي يتطلب منك أنك تترك الآخرين هم يفهمون دروسهم حياة ويعيشون تجاربهم لما يفهمون رسالتهم إلا عندنا ممكن شريك الحياة وممكن الأطفال هي اللي ممكن شوية نتدخل أظر معاي دورة دايزي يعرف أنه إحنا تكلمنا عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل وأكثر دقة وعمق هنا عندنا تجي نقطة مهمة اللي هي الموضوع الأخلاقي والإنساني في معرفة مثل هذه العلوم يعني هل يجوز لك أنت إذا عرفت مثل هذه التكنيكات أنك تستخدمها لتوجيه والسيطرة على أفكار أي شخص ذلك أنا أعتبر مش كل شخص مهيئ أنه يستقبل مثل هذه المعلومات وأنه يحتاج أنه يكون على درجة عالية من النظافة والاستعداد ومن الأسئلة اللي وردت هل التخاطر يكون فقط مع الإنسان ولا ممكن مع الكائنات الواعية الأخرى ومرتبط بوجود طرف آخر واعي عشان كذا سواء كان فيه هو إنسان ولا حيوان مدام واعي ممكن يلتقط كثير سؤال ورد هل التخاطر هو الجذب أو هل هو الحاسة السادسة أو هل هو الحدث لا مشكلة الحاسة السادسة زي ما نقوله هي الوعاء الأكبر لأحد أشكال أو أدواته التليبثي أو الحدث فمن ناحية التخاطر والجذب فإن الجذب هو يصنع شيء غير موجود لكن التخاطر هو يلتقط ويرسل يعني أدات ما تقول لي وحدة أنه فكرت فيه شخص واتصل فيني هل هذا تخاطر أم جذ؟ صراحة ما نعرف قد يكون كذا وقد يكون كذا تكون إن أنت رغبت فيه ففكرت فيه فاتصل وقد يكون هو ناوي يتصل فالتقطت المعلومة قبل ما يتصل فعرفتي فصارت خاطر هذه النقطة الخطيرة لأربكة العلماء في موضوع التليبثي أنه ما في رتم محدد يمكن قياسه في هذا المجال قال ورد كثيرا كيف ممكن أرسل مشاعر جيدة لشخص عشان هو يرتاح أو عشان هو يطمئن أو عشان هو يرتفع وعيا أو عشان خليه مبسوط أنا بجاوب على هذا السؤال على عدد من المستويات أول شي لازم تعرف أنك أنت لست مسؤول عن إصلاح الآخرين وإصلاح العالم إذا أنت تورطت في هذه الخانة فخليك منتبه أنه أنت بكرة تحتاج إلى إنقاذ من هذه الورطة نقطة ثانية أنه شعورك الجيد في حياتك ينتقل لكل الأشخاص اللي حولك وهذه هي النقطة المهمة عشان أنت تخدم العالم وتخدم الناس يعني لما أنت تجي تزورني ما يحتاج أنه تحاول ترسلي مشاعر جيدة فقط أنت أشعر تجاه نفسك بشعور طيب فهذا يصلني هذا هو المقصد في صناعة الحياة الطيبة أنه أنت لما تكون حياتك طيبة راح تساعد الآخرين أنهم تكون حياتهم طيبة كل تلقائي وعفوي وفطري بدون تكلف لأنه الذبذبات تنتقل بيننا كبشر قلوني أتكلم مع بعض الأمهات الفاضلات اللي عندها مشاكل كثيرة في حياتها الزوجية ومتألمة وزعلانة دائما ترددها تعبان هي ما تبغى تتطلق لأنها هي خايفة على أبنائها لكن اللي قاعد يصير أنه كل أبنائها يلتقطون هذه المشاعر السيئة والرديئة كل يوم سواء تكلمت أو ما تكلمت لأنهم هم حاسين وهم متصلين معها على طول يعني هذا أني أقول لك تطلقي؟ لا يعني هذا أنه أنت إذا تبغين أبنائك وتحسنين لهم أدل الداخل ترى الكل يشعر ومش المهم كيف أحسس أبنائي أو أحسس الآخرين أو أرسل مشاعر جيدة المهم أني أشعر بمشاعر طيبة والناس تلقائين رح يشعرون في سؤال ورد كثيراً اللي هو موضوع الكنترول كيف أنا ما أسمح للآخرين أنهم يلتقطون أفكاري أو يزرعون لي أفكار أو يتحكمون فيني هذا الموضوع رح أجاوب عليه على مستويين أولاً لازم تعرف أنه في أفكار هي أصلاً 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 مش أفكارك الاكتشافات أو الاختراعات الإبداعات الفنية أو الأدبية في كثير من الأحيان هذه أصلاً موجودة قبلك ممكن شخص يكون مثلاً مصمم أزيان ويقول لك أنا ما أبغى أحد ياخذ فكرة التصميم قبل ما أنا أنزلها وأكون سابق لها يجب أن تعرف أنه فكرة التصميم في الغالب هي مش منك أنت أيضاً التقطتها ولما يقول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ففي قول يقول أنه كل المعلومات اللي تحتاجها البشرية وتحتاجها الحضارة الإنسانية هي أصلاً موجودة لكن إحنا نعيد التقاطها مرة أخرى لذلك يجب أن تخفف القلق من هذا الموضوع زائد أنك تعجل من صنع النتيجة اللي وصلت لها بمعنى أنك اكتشفت موديل جديد على طول طبق لو اكتشفت اختراع جديد على طول سجل هذا الاختراع لأنه خلاص في الهواء الكل يلتقطه جانب الآخر أنه ممكن أحد ياخذ أسرارك أو معلوماتك أو يتحكم في أفكارك من خلال التلباثي نعم أنت تستطيع أنك تسوي كنترول بيدك هذا الشي أول شيء من خلال النية أنك تحط نية أنه ما حد يعرف هذا الشي ثنين أنك تلتزم بأدوات الحماية وأقوىها اللي هي الأذكار أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم لا أكون أجبت على أهم الأسئلة في موضوع التلباثي والموضوع كبير وعميق وقد يتيسر لنا بإذن الله استقبلاً أن نطرح الموضوع بشكل أكثر عمقاً خصوصاً أنه أصدقائي متحمسين ومتفاعلين مع الموضوع